السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هسه احنا بهاي الدرس نحن نحرك تمارين الثيرد كينديشنال حالة الشرطية الثالثة اللي هي الحالة المستحيلة بس اذكركم انو الزمن مالتها F plus past perfect ماضه التام اللي تكون من هاد زائد اسم المفعول والجملة الثانية would have واكيد ما دام هاد فلازم الفيرب past participle third form of the verb شكل الثراث الفعل او التصرف الثراث الفعل خلو نشوف المثال if I gap know about her problems I would have lent her some money هنا انا الجملة حتى لو ميتيني عنوان القاعدة ثيرد كينديشنال انا الجملة بها مفتاح المفتاح هو بالجزء الثاني او بالجملة الثانية اللي بعد القمى اللي بعد الفاصل اللي هي would have ما دام اني عندي ودهاب زائد فير بي 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 اللي هو past participle التصرف الثراث الفعل مني اشوف ودهاب والان اده اشتغل بالحالة اه الشرطية الثارثة اللي هو ثيرد كينديشنال فهذا ودهاب اذا انا الجملة اللي اف الشرطية تكون ماضي تام اللي هي هاد زائد اسم المفعول الفعل نو فقط اخلي لأن تحول الى نون هاد نون بس اخلي لأن وما ننسى الهاد ثابته شوف نمبر تو if we gap leave a little earlier we would not have missed missed the bus احنا ما كنا انو فقدنا الباس اهنان انا عندي هاي الجملة حتى لو هي negative ما تأثر علي انا عندي would وعندي have ومست اهنان اه هذا الفعل لينت اصلا ليند فقط نقلب الدي الى تي تحول الى ماضي واسم المفعول اهنان miss هذا الفعل ريجولا قياسي ماضية ed اخلي له اسم مفعولة ايضا نفس الحالة عندي would have من اشوف would have اقول اذا انا دا اشتغل على الحالة الشرطية الثالثة هاي الجملة الجملة الثاني لبعد الكومة اروح على جملة ال if ال if we اخلي هاد اللي هي ثابتة من القاعدة leave ماضية left واسم مفعولة left وهذا الفعل يعني هو يجي عندي سؤال البكابلير بتصرف الافعال وهو يجي تصرف هذا الفعل leave اقول طلاب سنة خلوا ليدي مو صحيح ماضية left واسم مفعولة left الثالثة we فراغ not eat at the restaurant if we had none it was so expensive اهنانة اش عدي had none شوفوا had none مش باه هذا الفعل مع الجملة بالمثال الاكزامبل had none had زائد third form of the verb شكل الثالثة الفعل هو pp زيان اذا اعني ارجعها جملة الف الشرطية والف وسطية حتى كما ما احتاج اذا انا من الماضي التام احتاج would have انا هنا هو اصلا مطيني not اذا انا اخلي النات ويا من we would we didn't have eat ماضيها ايت واسم مفعولها eat فقط اخليلها e and eat and not not eat i would have studied medicine if my parents have enough money to pay for the course نانان عندي key عندي مفتاح would have مادام اشوف would have رأسا افكر third condition حالة الشرطية الثالثة اللي هي ماضي تام would have زائد اسم المفعول ماضي تام عندي had زائد اسم المفعول وهنا نود have هاي الجملة الثانية اذا هاي الف اوة وسطية my parents had هذا الثابت زائد ارجع اروح للفعل have have ماضية هاد واسم مفعوله ايضا هاد have و هاز اثنيناتهم من اشوفهم اثنينهم ماضيهم هاد واسم مفعولهم هاد هاي معلومة خليها ببالك الخامسة what would you have done if nobody come to persecute you يعني اش راح تسوي اذا ما حد اجا و اخلصك و ساعدك هنانا would have would have اذا انا اشتغل على الثيارة الكنديشنال would have done would have done would have زائد تصل فثاثة الفعل اخلي هاد come يبقى نفسه هو come الماضي ماته came فقط ال o اقل بها اي واسم مفعوله ارجع على اصله ال base come came come اذا هو نفسه استخدمه السادس نقطة السادسة we gap فراغ die on thirst in the desert if adam had and ali hadn't come for us in their truck يالا هنانا die of thirst موت من thirst العطش زين هنانا انا عندي مفتاح لو ما عندي عندي اروح على دور اذا الجملة الاولى بيها فراغ اروح على الجملة الثانية بيها مفتاح واذا الجملة الثانية بيها فراغ اروح على الجملة الاولى ادور المفتاح فهنانا الجملة الاولى هي بيها فراغ اروح على الجملة الثانية اللي عندي هاد وcome اللي هي ها سيتشبه هاي النقطة منها لان حاليتها هاد كم هاد انت كم حتى لو من في بس هاد زاد اس المفعول اذا الان حالة الشرطية الثالثة اللي هي third conditional هنانا اختار would have die موجود ال E فقط اخلي ال D شوف نمبر سيفن if Selva hadn't told me about the new time for the class I ادي قاب فراغ be really late هنانا فراغ بالجملة الثانية وانا اروح ادور على الكي المفتاح الحل حتى ادعرف ايش اشتغل على يا حالة اروح عب جملة الاولى had told مثبت او من فيه المهم هاد زائد اسم المفعول تصريف ثالث الفعل فهاي حالة شرطية الثالث hard conditional فاخلي would have ال be هنانا اخليها been really late زي الهنانا آني ليش استخدمت been لانه آني late متأخر هايا مو فعل فهنانا استخدمت البين ويا الصفات been late been really late يعني late متأخر زيان فخليت been مكان ال be اروح على التمرين الثاني ايضا الى صلة بنفس الموضوع اجناها شي يريد من عدي دي يقول لي complete these sentences in the third conditional use unappropriate verb in the correct form اكمل الجمل بالحالة الشرطية الثالثة مستخدم فعل مناسب بالشكل الصحيح ومطيني example مثال you would have met my aunt سلما if you had come to our party هنانا شعدي هنانا would have ومت هو الفعل اصلا meet فاحنا ان cancel m double e t cancel نا اي واحدة ساعت met ودهر وهنانا had come number one i wouldn't have missed the plane if اني wouldn't have missed the plane اتمنى لو ما عافتني الطيارة او ما يعني فقط الطيار يعني ما طارت وعافتني الطيارة if لو if i hadn't got up late لو اني ما قاعد متأخر الثانية we wouldn't have come there if اتمنى لو يعني احنا ما we didn't have come here ما نخيم هنانا come there we didn't have come there if we had none about the snakes لو احنا عرفنا انو اكو موجودة افاعي هنانا we didn't have والفعل come come يخيم وcome تخيم نا يعني مخيم و had none if we had looked at the mob لو بس احنا باوعنا الخريطة زين و يعني احنا احنا ما باوعنا الخريطة وتمنى لو اتمنى we wouldn't got lost لكان احنا ما ضعنا if i hadn't had the operation i would have died نانا wouldn't hadn't had نانا would have وخذت died you wouldn't have broken your ankle if you had worn those ridiculous shoes نانا had worn worn هذا الفعل التصريف الثالث للفعل wear يرتدي او يلبس if you had stayed in bed and rested لو انت قائد ومرتاح بفراشك وما اخذ لك استراحة you would have got better لكان انت اصبحت احسن يعني لا هو قائد ارتاح ولا هو اصلا صار زين يعني اثنين هم ما تحققوا هو هي شي معنا الموضوع الحالة الشرطية لا حدث الجملة الشرطية ولا جملة السببية she wouldn't have got sun burnt if لكان هي ما صار بيها ضرب الشمس if she had worn اخذ يعني لو هي لابسة شفقة لكان هي ما صار بيها ضرب الشمس they would have won the match if they had trained more لو هم متدربين اكثر لكان هم فازوا بالمباراة لا هم فازوا بالمباراة ولا اصلا هم اتدربوا اكثر هذا المثال اذا الطالب قوي باللغة ممكن انه ما يعتمد هاي الاجوبة وهو يجاوب باسلوب الخاص اذا عنده صياغة لغوية وقواعدية صح واذا الطالب ضعيف باللغة فيعني الافضل انه يلتزم بهاي الاجوبة حتى مين حسب لخطأ لا املاء ولا قواعد شكرا جزيلا